نروح ليه نادي الزمالك ونادي الزمالك بيخاطب الاتحاد السعودي عشان باقي مستحقات مصطفى فتحي مصطفى فتحي الزمالك ليه عند نادي التعاون 400 ألف دولار حتى هذه اللحظة التعاون ما سددوش الرقم ده ما سددوش لنادي الزمالك الرقم ده فالزمالك لجأ للاتحاد السعودي شوفونا حل اللي واقع في الاتحاد السعودي بتسمح بدا انه الاتحاد السعودي يلزم الاندية ويلا يوقف القد بتاع الاندية دي وبالمناسبة وبالمناسبة خلونا نمسك في الحتة دي عايزين حاجة شبه دي عندنا عشان فيه كتير ناس بتروح تقود تشتكينا برا الاتحاد الدوري احنا من نفسنا كده نخلص امورنا يليه فلوس عندنا يا خده يتكلم عن كل الاندية والاتحادات وكل شيء يليه فلوس يا خده والتحاد يكون مزبط الامور دي اقول الزمالك ببساطة ما لايش النادي بيستجيب نادي التعاون راح للاتحاد السعودي عشان يخلص له الامور بتاعته